بدأت المقاتلات الصينية والتايلاندية في قاعدة كوارت التابعة لاستلاح الجوي التايلاندي بدأت أولى تدريبات جوية مشتركة بينهما وشارك في التدريبات التي أطلق عليها اسم ضربة الصقر الفاني وخمسة عشر مقاتلات اف ستة عشر وطائرات صينية من طراز جي عشر وذكرت وزارة الدفاع الصينية في بيان لها أن الهدف من هذه التدريبات هو تعزز التفاهم المتبادل بين القوات الجوية للبلدين وتعمق التعامل بينهما